اهلا بكم في نشرة اخبار العاشرة مساء من تلفزيون سلطنة عمان وفي ابرز عناوين هذا المساء امام مجلس حقوق الانسان السلطنة تدين جراء مجيش الاحتلال الاسرائيلي في قطاع غزة ارتفاع عدد شهداء العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة الى اكثر من 740 شهيدا البرلمان العراقي يختار فؤاد معصوم رئيسا لجمهورية العراق لاربع سنوات قادمة بعث حضرة صاحب الجلال السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تعزية وموساة الى اخي خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز السعود ملك المملكة العربية السعودية في وفاة المغفور لها باذن الله تعالى صاحبة السمو الملكي الامير جواهر بن تناصر بن عبدالعزيز السعود اعرب جلالته فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته داعين الله تعالى ان يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم ذويها الصبر والسلوان كما بعث حضرة صاحب الجلال السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة الى فخامة الرئيس الدكتور محمد المنصف المرزوقي رئيس الجمهورية التونسية بمناسبة ذكرى عيد الجمهورية ضمنها جلالته خالص تهانيه وصادق تمنياته لفخامته بوافور الصحة والسعادة والعمر المديد سائل الله القدير ان يعيد عليه هذه المناسبة وامثالها وقد تحقق للشعب التونسي الشقيق المزيد مما يصب إليه من تقدم ورقي واستهار وبعث حضرة صاحب الجلال السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة الى فخامة الرئيس الدكتور فؤاد معصوم رئيس جمهورية العراق بمناسبة انتخابه وادائه اليمين الدستورية رئيسا جديدا لبلاده اعرب جلالته فيها عن خالص تهانيه وصادق تمنياته لفخامته بوافور الصحة والسعادة والعمر المديد داعينا الله تعالى ان يوقف فخامته في قيادة الشعب العراقي الشقيق لتحقيق كافة تطلعاته نحو الاستقرار والتقدم والرخاء آمنا لعلاقات الاخوية بين البلدين مزيدا من التطور والنماء ادانت السلطنة بالشدة الجرائم المرتكبة من قبل جيش الاحتلال الاسرائيلي في قطاع غزة وامام جلسة الخاصة لمجلس حقوق الانسان في جنيف عن وضع حقوق الانسان في الاراضي الفلسطينية المحتلة دعت السلطنة الى وقف فوري لآلة الحرب وارسال بعثة تحقيق دولية مستقلة لرصد كافة تلك الانتهاكات والجرائم واكد سعادة السفير عبدالله بن ناصر الرحبي ان استمرار الممارسات الاسرائيلية لا يخدم الاستقرار في المنطقة بشكل خاص ويقود السلام العالمي ويدعو الى مزيد من الكراهية والعدوان اكثر من خمسين شهيدا فلسطينيا سقطوا اليوم لاستمرار الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة وذكرت وزارة الصحة في قطاع غزة ان ما لا يقل عن 16 شخصا قتلوا اغلبهم اطفال جراء قصف اسرائيلي على مدرسة تؤوي النازحين تابع الانروا في شمال غزة كما تركز القصف الاسرائيلي على عدة بلدات ليرتفع عدد الشهداء الى اكثر من 740 شهيد منذ بدء العدوان الاسرائيلي على القطاع فيما اعترف الجانب الاسرائيلي بمقتل 32 من جنوده كما اعلن الجناح العسكري لحركة المقاومة الاسلامية حماس انها قتلت 8 جنود اسرائيليين في عملية تسلل شرق مدينة التفاح بغزة هذا وذكرت مصادر موثوقة ان حماس وافقت على خطة الرئيس محمود عباس التي تتضمن وقف اطلاق النار على ان يتلوه فورا رفع الحصار عن غزة بضمانات دولية وعربية بعد عدة ايام من المداولات اختار البرلمان العراقي فؤاد معصوم رئيسا للعراق خلفا للرئيس جلال طلباني وذلك باغلبية اصوات البرلمان في الجلسة التي عقدها اليوم من جانبه دعا الامين العام لامم المتحدة بانكيمون الى ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية للتغلب على الخطر الذي يواجهه العراق بعد عملية انتخابية استغرقت اكثر من ساعتين ومن بين 93 امور الشحن وقع اختيار مجلس النواب العراقي على فواد معصوم كرئيس لجمهورية العراق لسنوات الاربع المقبلة بعد اتشيازه العتب المطلوب لنيل لقب الرئاسة وحيازته اغلبية ساحقة في جولة الثانية بعد انسحاب عدد من المتنافسين على المنصب انتخاب رئيس الجمهورية مرحلة مهمة في تاريخ العراق والبلد يمر باوضاع امنية وظروف سياسية صعبة واختيار رئيس الجمهورية الذي يمثل رمز وحدة العراق مرحلة انتقالية في حياة وتاريخ العراق ونتأمل ان يتم انتخاب رئاس الحكومة من اجل العمل سوية مع الجهات التنفيذية والتشريعية بالخروج العراق من هذه الازمة الانفراجة السياسية التي لحت في افق قبة مدلس النواب العراقي قابلتها زيارة رسمية للامين العام للامم المتحدة بنكيمون الذي وصل بغداد ملتقيا بكبار مسؤوليها وبالتأكيد زيارة هذه تحمل هما دوليا لما يشهده العراق في ظل استمرار النزوح اليومي لالاف العوائل من محافظات نينو والانبار الى مخيمات النازحين في اقليم كردستان العراق وخارج انا قلق فيما يتعلق بالعنف في العراق واود ان اعبر عن دعمي الكامل وتضامني مع الشعب العراقي في هذا الصراع المشترك ضد الارهاب والذي شرد اكثر من مليون شخص اعتقد هذه زيارة مهمة جدا لانتأت في ضوء تشكيل الحكومة وايضا في ضوء الاساسا هناك الوضع الامني في محافظات من البلاد وضع غير امن وغير مستقر وبالتالي اليوم بحاجة لربما المتحدة قراراتها وعلى صعيد مسرح الامن المتراجع لقي اكثر من ستين سجينا حتفهم اثناء عملية نقلهم من سجن التاجي اتراقية من مسلحين بمهاجمة الحفلة التي تقلهم بعبوات ناسفة وهجمة انتحارية اكتمل العقد الثاني من قلادة الحكومة العراقية بتسمية رئيس الجمهورية ولم يبقى امام السياسيين العراقيين سوى تعريف برئيس الوزراء للمضي قدما نحو تشكيل حكومة وطنية تقود العراق الى بر الامان لتلفزيون سلطنة عمان ناغم التميمي بغداد اعلن الطيران الجزائري عن تحطم طائرة تابعة له كانت في طريقها من بوركينا فاسو الى الجزائر العاصمة من جانبها قالت وكالة الانباء الجزائرية ان الطائرة كان على متنها 119 راكبا بالاضافة الى طاقم مكون من ستة افراد موضحة ان الاتصال فقد مع الطاقم في المجال الجوي المالي قرب الحدود الجزائرية عندما طلب منه تغيير مسار الطائرة بسبب سوء الرؤية وتفاديا لمخاطر الاستضامة مع طائرة اخرى كانت تقوم برحلة بين الجزائر وباماكو والى الشأن السوري حيث اسفلت معارك عنيفة بين الجيش وتنظيم ما يسمى بالدولة الاسلامية في الحسكة والرقى عن مقتل وجرح العشرات وفي القامشلي سقط قتلى وجرح نتيجة انتفجار حافلة مفخخة امام ابنى الامن العسكري فيما قتل 11 شخصا جراء قصف صاروخي استهدف حي التليفون الهوائي في محافظة حلب وبالتزامن مع قصف مدفعين بقذائف الهوى شن الطيران الحربي السوري غارات جوية على بلدات عدة في ريف دمشق نشرتنا مستمرة من تلفزيون من سلطنة عمان تتابعون فيها بعد قليل نقلة نوعية في مشاريع المطارات والموانئ في السلطنة وقطة حكومية لتطوير بعض الموانئ واضح جدا أني إنسان هادئة ولست مجنونة بالتسوق إلا قليلا ولا أرتاد المطاعم إلا أغلب الأوقات أحب أن أبقى لوحدي لكن مع العائلة الرياضة ليست في بابي بل في دمي الأفلام لا تستهويني إلا مرتين في اليوم ابدأ قصة حياتك في أكويا درايف أرقى ممشا تسوقي في دبي على امتداد 1.3 كيلومتر دماءك عش حياة الرفاهية مستقبلك يبدأ من هنا جامعة صحار وارتباطها بجامعة كوينزلاند في استراليا تقدم الأداب والتربية إدارة الأعمال الحاسوب وتقنية معلومة الهندس اللغة الإنجليزية والدراسات اللغوية القانون سجل وظيفي حافل لخريجي الجامعة بمؤسسات مرمو وإشادة بالمخرجات بيئة أكاديمية وبحثية وحياة جامعية مليئة بالنشاطات والخدمات أمام مجدس حقوق الإنسان السلطنة تدين جرائم جيش الأحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة ارتفاع عدد الشهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى أكثر من 740 شهيدا البرلمان العراقي يختار فؤاد معصوم رئيسا لجمهورية العراق لأربع سنوات قادمة يحظى قطاع النقل والاتصالات باهتمام بارز ومهم كونه ركيزة مهمة لخدمة الحياة الاجتماعية والاقتصاد الوطني لذا تعمل وزارة النقل والاتصالات وفق خطة مدروسة على توسيع شبكة الطرق الرئيسية والثانوية إضافة إلى الاهتمام بخطة تنفيذ وتطوير الموانئ والمطارات المطارات الموانئ الطرق والاتصالات شكلت عقدا منظوما إزدانت به المشاريع التنموية في مختلف محافظات السلطنة خلال الخطط الخمسية المتعاقبة هدفها تشكيل بنية أساسية لرفض التنمية في جميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والسياحية شريع النقل في السلطنة تخطو خطة متسارعة لتحويل السلطنة بإذن الله إلى مركز لوجستي عالمي بإذن الله سبحانه وتعالى فأعمال الطرق والمطارات والموانئ تنجز ولله الحمد والعمل فيها مستمر لرفعها لتكون بالمستويات العالمية بإذن الله ويأتي إنشاء المشاريع الجديدة كمطار مسقط وصلال الدوليين بالتوازي مع المطارات الداخلية الأخرى قفزة نوعية في مجال النقل الجوي تهدف الحكومة منها إلى الترويج للسلطنة وجهة سياحية عالمية وتنشيط حركة التبادل التجاري والصناعي بالتوازي مع المقومات والمفردات السياحية التي تنفرد بها ولايات ومحافظات السلطنة على الجانب الآخر يأتي قطاع الموانئ ليعيد صياغة التاريخ البحري القديم للسلطنة وذكرى وصول السفن التجارية العمانية إلى وجهات عديدة من العالم عبر إنشاء موانئ نوعية واستراتيجية كميناء الصحار الصناعي وميناء الدقم الوجهة الاقتصادية الجديدة لعمان وميناء صلالة إضافة إلى تحول ميناء السلطان قابوس إلى ميناء سياحي من خلال حزمة من المشاريع السياحية كالفنادق والمطاعم والمرافق الخدمية الأخرى هناك مشاريع جاري تنفيذة حالياً في عدة موانئ مثلاً ميناء صحار في مشاريع لاستكمال البنية الأساسية وهذه ماشية في الموضوع في مشاريع في ميناء صلالة جاري تنفيذة حالياً وفي مشاريع قادمة إن شاء الله مثلاً مشروع كواسر الأمواج الجديد ميناء صلالة إن شاء الله هناك دراسة لتطوير ميناء خصب حالياً بالتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى والجهات الخاصة ميناء شناصة أيضاً في عملية دراسة لتطوير الميناء إن شاء الله مستقبلاً شبكة الطرق الممتدة أصبحت شرياناً حيوياً يربط قرى وولايات ومحافظات السلطنة من أقصاها لأقصاها إضافة إلى أنها تعد أحد روافد التنمية الإجتماعية والاقتصادية والسياحية للعديد من المشاريع في السلطنة حيث بلغت مسافات هذه الطرق التي نفذت حتى نهاية ديسمبر 2013 حوالي 13.209 كيلو مترات في مختلف محافظات السلطنة إضافة إلى تحديث بعض الطرق وإنشاء شبكة حديثة من الجسور وفق معايير عالمية لربط مختلف محافظات السلطنة والمناطق الصناعية والمواني والمطارات والمشاريع الجديدة استطاعت الوزارة جاهدة أن تفتتح في خلال هذه الأيام بعض المشاريع المهمة والحيوية فالحمد الله افتتحنا الجزء الأول بطول 42 كيلو متر من الزواجية طريق جبرين عبري وإن شاء الله خلال الأسابيع القادمة نفتتح أيضا بعض أجزاء الزواجية طريق عز أدم كما يأتي مشروع سكة الحديد من أهم المشاريع الاستراتيجية التي أطلقتها السلطنة ليسهم في تحقيق متطلبات التنمية المستدامة على كافة المستويات الاجتماعية والاقتصادية من خلال ربط المراكز التنموية بالمناطق الاقتصادية والصناعية التي تنفذها السلطنة حاليا قطاع الاتصالات حظي بدوره بتطوير وتحديث من خلال إطلاق مجموعة من المشاريع والمبادرات ودخول شركات عالمية تنافسية بهدف توفير شبكة متكاملة من الاتصالات الحديثة تواكب التطور العالمي المتسارع في هذا المجال باستخدام الألياف البصرية الفائقة السرعة كما أطلقت الحكومة مجموعة من المبادرات لتحسين الاتصالات بالسلطنة من أبرزها توفير خدمات الاتصالات لأكثر من 250 قرية في المناطق الريفية من خلال 200 محطة للاتصالات عدد العاملين في القطاع الخاص حتى نهاية مايو الماضي بلغ أكثر من 215 ألف مواطنا ومواطنا بمعدل يصل إلى 10% سنويا وتسعى وزارة القوى العاملة إلى توفير الفرص فرص العمل بالقطاع الخاص للقوى العاملة الوطنية مع الحرص على تلبية احتياجات هذا القطاع العديد من الإنجازات تحققت في مجال تنمية الموارد البشرية وتوفير فرص العمل بالقطاع الخاص للقوى العاملة الوطنية مع الحرص على تلبية احتياجات هذا القطاع لتمكينه من تنفيذ مشروعاته الإنمائية فأعداد القوى العاملة الوطنية بأجر ارتفعت من نحو 55 ألف و500 مواطن ومواطن عام 2000 إلى أكثر من 215 ألف بنهاية شهر مايو الماضي بمعدل نمو يصل إلى نحو 10% سنويا هذا النمو جاء تتويجا لتمكن السلطنة من استكمال بناء المنظومة الثلاثية لأطراف الإنتاج بإشهار الاتحاد العام لعمال السلطنة عام 2010 لتكتمل بذلك هذه المنظومة الحكومة أصحاب الأعمال والعمال تعكف وزارة القوى العاملة إلى تطوير الكثير من البرامج ومن أهمها بنك فرص العمل بما ويتناسب تطلعات الباحثين عن عمل من جهة واحتياجات سوق العمل من جهة أخرى فضلا عن التطوير والتحديث المستمر لبرامج وخطط وقوانين وأنظمة الوزارة وفي مقدمتها قانون العمل لتكون مواكبة للتطورات سوق العمل في المرحلة القادمة عقود النهضة المباركة شهدت استثمار الموارد البشرية إلى جانب استثمار الموارد الطبيعية فتم إنشاء سبع كليات تقنية وثمانية مراكز ومعاهد تدريبية خرجت أكثر من 45 ألف طالب وطالبة موزعين على 60 تخصصا تقنيا ومهنيا كما تم إعداد هؤلاء الطلبة بمستوى الدبلوم التقني والدبلوم المتقدم والبكالوريوس بمستوى الدبلوم المهني للدبلوم التقني ولم يقتصر الأمر على ذلك فنفذت وزارة القوى العاملة العديد من البرامج التدريبية لإعداد الباحثين عن عمل غير المؤهلين مهنيا في تخصصات مختلفة مقرونة بالتشغيل في القطاع الخاص أصبح منتسب هذا القطاع من الطلبة والمتدربين ما يزيد عن 45 ألف طالب ومتدرب في كل من عدد سبع كليات تقنية وستة مراكز تدريب مهني ومعهدي الصيادين فضلا عن استقطاب ما بين ثلاثة إلى خمسة آلاف متدرب سنويا لبرامج التدريب المقرونة بالتشغيل وذلك لإعداد الباحثين عن عمل في تخصصات إدارية ومهنية وحرفية وفق احتياجات مؤسسات القطاع الخاص التطوير المستمر للتشريعات العمالية واكبه جهود مكثفة لتقديم كافة خدماتها وتعاملاتها عبر البوابة الإلكترونية دون الرجوع إلى مديريات الوزارة كما يجري العمل على تنفيذ مشروع تجريبي من خلال مشروع بنك فرص العمل بحيث يتمكن الباحث عن عمل من اختيار الوظيفة التي تناسبه وتمكين صاحب العمل من عرض ما لديه من فرص وحوافز يقدمها الأنظمة التأمينية تقدم خدمات التأمين الاجتماعي بما يعزز الشراكة بين أطراف الإنتاج الثلاثة العامل وصاحب العمل والحكومة وذلك من خلال أداء مؤسسي ذي كفاءة وفاعلية من أجل مواكمة التطورات الاجتماعية والاقتصادية والتقنيات في المجتمع وقد باشرت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية في تطبيق تعديلات بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية التي جاء بها المرسوم السلطاني السامي رقم 61 على 2013 والتي تهتم بتوفير المضلة الآمنة للمستفيدين من أحكام تلك القوانين واضح جدا أني إنسان هادئة ولست مجنونة بالتسوق إلا قليلا ولا أرتاد المطاعم إلا أغلب الأوقات أحب أن أبقى لوحدي لكن مع العائلة الرياضة ليست في بابي بل في دمي الأفلام لا تستهويني إلا مرتين في اليوم ابدأ قصة حياتك في أكويا درايف أرقى ممشى تسوقي في دبي على امتداد 1.3 كم دماءك عش حياة الرفاهية تستعد محافظة الضفار لاستقبال زوارها للاستمتاع بالأجواء المعتدلة للخريف والفعاليات المتنوعة ومن أبرزها فعاليات مهرجان صلال السياحي حيث من المتوقع أن تتدفق الأفواج السياحية من السلطنة ودول مجلس التعاون إلى المحافظة خلال إجازة عيد الفطر المبارك وتتميز محافظة الضفار خلال شهر يوليو وأغسطس بأجواء معتدلة حيث انخفاض درجات الحرارة وسقوط الأمطار والرداد على الجبال مما يتشكل معه بصاط أخضر يكس الجبال ويطفي على المكان رونقا وجمالا استثنائيا فيما تعتبر مناطق العيون والشلالات المائية والأماكن الأثرية والتراثية مزارات يحرز زوار المحافظة على ارتيادها لقضاء أوقات ممتعة مع عائلاتهم رحلة عمان تطبيق في الهواتف النقالة سيدشنه المركز الوطني للإحصاء والمعلومات يعطي معلومات سياحية وجغرافية للسائح هذا ما أوضحه سعادة الدكتور خليفة بن عبدالله البرواني الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات في حديث لإذاعة وتلفزيون سلطنة عمان المركز قام بعملية إنشاء تطبيق هاتف للهواتف الذكية عن ما يسمى رحلة عمان هذا التطبيق يعطي معلومات سياحية جغرافية مكانيا للزائر بإمكان خلال الزائر من هذا التطبيق أن يتلقى معلومات عن أي مكان سواء فندق خدمات استئجاع سيارات بإمكانه من خلال هذا التطبيق فقط بنمسة زر أن يتوصل إلى المكان المراد وصولي له سجلت القناة العامة بتلفزيون سلطنة عمان أكثر من 6 ملايين مشاهدة على اليوتيوب في الفترة من فبراير 2013 حتى يوليو هذا العام وبلغ مجموع ما تم مشاهدته بالدقائق ما يقارب أكثر من 25 مليون دقيقة وخلال هذه الفترة تم رفع أكثر من 4000 مادة على موقع اليوتيوب وتصدرت السلطنة في نسبة عدد المشاهدين لتلفزيون سلطنة عمان بنسبة 83% تليها المملكة العربية السعودية بنسبة 4.4% وجاءت دولة الإمارات العربية المتحدة في المركز الثالث بنسبة 4% وقد توزعت باقي المشاهدات على أكثر من 190 دولة من مختلف أنحاء العالم للتعريف بملامح النهضة العمانية الحديثة وإظهار ما وصلت إليه السلطنة من تطور في كافة المجالات بلغة المقارنة بين الماضي والحاضر أقام فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة مسندم معرضا للصور الفوتوغرافية والتشكيلية بعنوان مسيرة وإنجازات القائد وذلك برعاية سعادة الدكتور خالد بن سالم السعيد أمين عام مجلس الدولة حوالي 44 لوحة فنية تعرف الزائرة ببعض الإنجازات في مسيرة البناء والتنمية احتوها معرض مسيرة وإنجازات القائد اجتمل المعرض على صور لجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه وصور التقطت لعدة مواقع من ولايات محافظة مسندم قديما وحديثا طبيعة مشاركتي في المعرض هي عبارة عن مجموعة صور تحكي عن محافظة مسندم من الماضي إلى الحاضر تحكي عن مراحل التطور في محافظة مسندم وإن كانت مجموعة الصور بسيطة ولكنها تحاكي تحكي فعلا تحكي مراحل التطور الموجودة والحمد لله رب العالمين في ظل القيادة الرشيد المونى صاحب جلالة حفظه الله ورعاه أصراح المعرض شيق ومعرض جميل يوضح مدى حب المواطن للقائد المفدس صاحب جلالة سلطان قابوس كما اجتمل المعرض على لوحات من الفنون التشكيلية عبرت عن مدى الحب والولاء لجلالة السلطان عبارة عن رسومات في مجال الفن تشكيلي عملت حاليا أنا كنت شغال على الرسم بالباستيل فكانت مشاركاتي بورتريهات عن صور السلطان كل صورة تعبر عن رمز أو دلالة معينة جسد زيارة السلطان لمحافظة مسندم والتقطت فيها لقطات تاريخية صراحة وفيها جميع كأنك عايش نفس اللحظة نفس لحظة الزيارة كأنك الحين عايش إنها الحمد لله وفيه قبال جمهور كبير شفتت الزحمة اللي فيها والحمد لله رب العالمين ونتمنى أن تستمر مثل هالمعارض على أساس أن الشخص ما ينسى يستعيد الذكريات الجميلة ومن خلال هذه اللوحات الفنية بالمعرض يتعرف الزائر على أبرز ملامح الحضارة العمانية في عصر النهضة منذ عام 1970 للميلاد صور قديمة وأخرى حديثة للموقع ذاته تبرز مدى التطور والحضارة التي وصلت إليها محافظة مسندم طيلة سنوات النهضة العمانية الحديثة منصور السعدي ولاية خصب في محافظة مسندم ولاية البريميكا غيرها من الولايات الحيوية الأخرى شهدت نموا وتطورا ملحوظا في مختلف المجالات لتشكل بذلك انعكاسا حقيقيا لحركة التنمية التي شهدتها السلطنة في ظل القيادة الحكيمة لجلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه التقرير الآتي يرصد بعضا من جوانب التنمية في هذه الولايات ها هي البريمي وبعد أربعة وأربعين عاما من عمر النهضة المباركة ترتدي وتتزين بأبهى الحلل فما أن تحط الرحالة في أراضيها إلا وترى التطور والازدهار قد صال وجال في كل بقعة وشبر منها بل ولا زال قطار البناء والعمران يشق طريقه بخطا ثابتة ومدروسة قبل السبعينات البريمي مظلمة لا كهرباء لا مدارس لا مستشفي سمعت ويومينا رمضان شو بقول لك نتعب حقيقة نتعب نسواني تعب والرجال ما شيء إلا على الحوض واللومية ما شيء سمعت أما الحين الله يعز جلالة السلطان الحمد لله لمور تغيرت من حال لنحال لمدارس بشي والجامعات شيء وطان أمره يكون منستشويات شيء والطرق شيء والمباني شيء سمعت الله يطول أمره ويخليه للأمان وعند دخولك من هذه البوابة ستستقبلك كلية البريم الجامعية وجامعة البريم الجديدة كأحد رموز التعليم فيها ليأتي بعدها مجمع المحاكم الذي أنشئ مؤخرا وفي جهة أخرى يبرز المجمع الرياضي الجديد كواجهة رياضية لهذه الولاية في 23 يوليو في عام 1970 بدأت الرؤية الثاقبة بتطبيقها مولانا صاحب الجلالة وهذا الشعب الأبي طبعا من ضمن أهم منجزات هذه النهضة المباركة أن مولانا صاحب الجلالة أولى اهتماما كبيرا جدا بالشعب الأمماني وبالشباب وأيضا بالتنمية بصفة عامة ويبرز قطاع الطرق كأحد القطاعات التي شهدت نموا كبيرا في السنوات الأخيرة أما الحركة التجارية فهي الأخرى شكلت عامل جذب كبير تترجمه الحركة العمرانية المتزايدة التي تشهدها الولاية في أرجائها المختلفة أيها الشعب سأعمل بأسرع ما يمكن لجعلكم تعيشون سعدا كلمات رددها القائد المفدى فكان وفي بالعهد أما الشعب فسيبقى مخلصا وفيا مجددا العهد والولا لباني عمان أنور بن زاهر الغريبي محافظة البريمي في ختام النشرة تذكير بأهم العناوين أمام مجلس حقوق الإنسان السلطنة تدين جرائم جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى أكثر من 740 شهيدا البرلمان العراقي يختار فؤاد معصوم رئيسا لجمهورية العراق لأربع سنوات قادمة انتهت النشرة نترككم في رعاية الله وحفظه في أمان الله اشتركوا في القناة